دايماً ليه دايماً رعايات النادي الأهلي وده هنربطها باللي بنشوف والحقيقة من أعداد الجماهير اللي موجودة في المدرجات بشكل عام في كل المباريات الأخيرة اللي تتلعب من هنا قدر أربط الرعاية ليه دايماً للنادي الأهلي مختلفة عن بقية الأندي طبعاً جابت الإسلام لا أو كمان يمكن لو بنستكمل حتة دي بالبطولة العربية تحديداً يعني لأن برضو هي زي موجودة بالوقت لأ أنا قلت كلمة مهمة في أول السؤال التوصيق هي في حاجات بتوسق النهاردة كان يقال ودائماً بيتم الترديد أننا دي الأهلي شعبيته في الخليج أقل من شعبيته المنافس أو من شعبيته المنافس في الخليج هي أكبر هي أضعاف عنده جماهير أكتر في السعودية في الإمارات طبعاً الإمارات خلاص إحنا شفنا وقطر إحنا شفنا فما كناش شايفين في السعودية فالبطولة العربية جات وفي ملعب يعني البطولة العربية تقام في ملعبين صغيرين لأن في مدن درجة الحرار فيها تبقى كويسة للمباراة يعني الملعب تقريباً فاضية باستثناء المباراة اللي بيلعب فيها النصر اللي بيلعب فيها الهلال النهاردة ده توصيق أن أنت النادي الأهلي لما بيروح يلعب برا مصر منشوف سواء مباراة ودية أو رسمية الجماهير بتاعته شعبيته بتبقى عاملة إزاي والتهافة وتعال التذاكر بقى عاملة إزاي في حين أن برضو نادي مصري نادي الزمالك لما بيلعب برضو بطولة العربية ما خدش نفس الحجم من الحضور الجماهيري أو أن التذاكر بتاعته بتبقى من هنا بنقول للناس يا جماعة الفلوس اللي الناس تقعد تقول ده أصل لوقتي بقت إيه موضة كمان كابتن إسلام يقول لك أصل إحنا معناش فلوس ومش عارفين أصل النادي الأهلي فلوسه كتير أصل النادي الأهلي ما بيجيب فلوسه ما عرفش منين أيا كان الكلام اللي بيتقال لا النهاردة ده كل ده على أرض الواقع شعبية النادي الأهلي جماهيرية النادي الأهلي النهاردة والصفحة الرسمية للنادي الأهلي تحتفل بعيد ميلاد الكابتن حسن حمدي واحد من الناس اللي نقلوا النادي الأهلي في العصر الحديث اقتصاديا وتسويقيا النادي الأهلي كده كده بيبيع التشيرت بتاعه من سنين وعندنا صفحات تاريخية على الفيسبوك بتجيب صور من ماتشاط يعني في زمن لو كابتن إسلام ممكن يكشف في تليفزيون حتى في مصر بيصور ولكن كنت تلاقي أن التشيرت نادي الأهلي بيتباع من زمان النهاردة كابتن حسن حمدي بداية من أواخر التسعنات وبداية الألفنات نقل الأهلي نقل اقتصادية وخلا برند النهاردة المجلس كابتن محمود طهر كمل عليه كابتن مجلس الإدارة الحالي بقيادة كابتن محمود الخطيب كمل أكتر وبقينا الرعاية بتتضاعف والشركات بتتضاعف وبنشوف النهاردة تروح كاس العام للأندية برعي رئيسي ومعاك الرعي رئيسي بتاعك بتروح تلعب السوبر المصري ماتش واحد بتطلع منه برعاية بمبلع وقدر فكل ده ليه عشان الشعبية بتاعة نادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وقرس النادي الأهلي نقفل بس الحالة دي كابتن إسلام أن نادي منشستر رينايتد عقد الملابس بتاعه اللي يتجدد وناس تتكلم عليه أنه عقد تاريخي لعشر سنين بنتكلم بمليار دولار محدش مثلا بيطلع يقول هو ليه فيه شركة هتدفع لمنشستر نادي مليار دولار في عدد سنين وهو نادي مثلا بقاله خمس ست سنين عدد بطولاته اللي بياخدها الليلة ما بياخدش بريمير ليج بقاله زقا يعني فترة طويلة ما بياخد شامبيونز ليج بقاله فترة صحيح فيه موسم ما لعبش أصلا فيه شامبيونز ليج رح لها في الدور الأوروبي خد مركز خامس في الدور الإنجليزي لكن هنا الفرق ما بين ان انت بتاخد فلوسك من بيع الدوري حاجة ان حقوق الدوري لو الدوري ليه فلوس انت بتاخد جايزتك من الدوري حاجة وفيه حاجة ان انت كنادي بتسوى اسمك ومنتجك وبيجيب منه فلوس دي حاجة تاني انت لو بتحارب رح حارب يقول والله يا جماعة الدوري تباع بمتين مليون جنيه وانا النادي بطل الدوري السنتين دول فانا مفروض أخد الجايزة بتاعتي كذا خلاص ده حق لكن ما جيش تقول انتوا ليه بتدوا النادي الاهلي اكس من المبالغ وانا ما باخدش زي لا ده اسمه بص العصفورة ده انا بسمي الجزء ده اسمه ما تاخدش انا فاهم الكلام ده كويس جدا وطبعا جمهور الاهلي كله فاهم الكلام بس احنا بتكلم ان المشهد هذا المشهد في المدرجات في مطشين هو كان قبل غرد يا جماعة احنا ما بنتكلمش من فراغ يعني ده الواقع الواقع ان النادي الاهلي لما بيلعف اي مكان في العالم بنشوف جماهيرو بتنجح هذه البطولة او هذه المصابقة خصوصا المناطق العربية بالزبط يعني اعمل